الله معكم أحبائي آخر تطورات الحرب بين روسيا وأوكرانيا حتى مساء السابع من يوليو لدينا تطورات كثيرة القوات الروسية تواصل عمليات التقدم في العديد من الجبهات تحديدا في اتجاه دانياتسك وكريمينا وأزفاتوفو تواصل القوات الروسية تقدمها في الجبهات الصعبة تحاول تحقيق أهدافها ودعونا نبدأ مباشرة بالمعارك ولكن قبل ذلك أتمنى من حضرتكم متابعة الفيديو حتى نهاية ورجاء شاركوا الفيديو على أوصى نطاق ينتشر هذا المحتوى مع جميع أصدقائكم في اتجاه توراتسك استطاعت الوحدات الروسية تقدم في العديد من النقاط طبعا بداية باتجاه دروزبا في هذه المنطقة تقدمت الوحدات الروسية وأكملت سيطرتها على كامل هذا الشارع في هذه المنطقة تقدم بعمق 310 أمتار وبعرض أقصى 450 مترا استطاعت الوحدات الروسية السيطرة في هذه المنطقة على آخر المنازل السكنية تبقت أمامها هذه المنطقة القوات الروسية تحاول عبر السيطرة على هذه المنطقة إفساح المجال للقوات الروسية في الطرف الآخر لربما لإنشاء جسر عبور إضافي للممر للترقل بين الضفتين كالي يتم فقط الارتهان لممرات محدودة موجودة في هذه المنطقة أما فيما يتعلق بالعملات العسكرية فوسعت القوات الروسية أيضا عمليات العسكرية في اتجاه الداخل في هذه المنطقة القوات الروسية تقدمت بعمق 287 مترا وبعرض 178 مترا أيضا خلال كل ذلك قوات الروسية سيطرتها على منطقة تفديني طبعا لديها اسم آخر بالروسي سيطرت القوات الروسية على كامل هذه المنطقة بعد تقدم بعمق 970 مترا وعلى امتداد 1.3 كم استطاعت الوحدات الروسية السيطرة على كامل هذه المنطقة تحبيني توضيح بسيط لمن قد يسأل عن الأمر هذه المنطقة تراتس تضم بمحيطها الكثير من القرى وبالتالي القوات الروسية كما أشرت لكم في وقت سابق تعمل على مجموعة من القرى طبعا تحاول الضغط باتجاهها وسيطرت فوق سابق على شومي وباليوم على هذه المنطقة وبالتالي القوات الروسية تضغط بشكل كبير في أدة اتجاهات في وقت واحد لذلك قمت بوضع أسماء القرى التي تتقدم إليها القوات الروسية أيضا كما كنا حبا تتواصل القوات الروسية عامية العسكرية في هذه المنطقة تحديدا حيث يوجد بعض المباني الشاهقة الكبيرة وبعض المنازل السكنية وطبعا منطقة غابات ضخمة تحاول القوات الروسية طبعا مع بداية التقدم أوهمت الأوكرانيا ستتقدم في هذا الاتجاه ولكن سرعان ما رأينا التوسع الروسي والتقدم في الاتجاهات المختلفة في محيط هذه المنطقة التي تقدمت إليها أولا وبالتالي كما نقول دوما الحرب عبارة عن خضعة الحرب عبارة عن مفاجآت أما في الجهة الجنوبية من المحور فاستطاعت القوات الروسية السيطرة على مزيد من المنازل تقدمت الوحدات الروسية في هذا الاتجاه بعمق 274 مترا وبعرض 924 مترا واستطاعت السيطرة على كامل هذه المنطقة باللون الزهري التي تشاهدونها وبالتالي تدخل شوارع إضافية في هذه المنطقة تسيطر عليها هذين الشارعين الأول والثاني تحاول الوحدات الروسية استكمال سيطرتها على هذه المنطقة التي تشاهدونها هنا عبر التقدم إليها لذلك معارك كبيرة تجري مع القوات الأوكرانية موجودة في هذه المنطقة الوحدات الأوكرانية حتى اللحظة لم تستدعي سوى اللواء 95 مجموعات منه إلى اتجاه توريت وطبعا مجموعات إضافية من اللواء 109 إلى هذه المنطقة لذلك المعارك مستمرة معارك كبيرة لربما الروس حاولوا ويستفدون من ذلك أنهم يتقدمون دون أن يواجهوا صعوبات كبيرة كالتي كانوا يتوقعونها توقعوا أنه قد يأتي الأوكران بمزيد من التعزيزات إلى هذه جبا ولكن على مياده قرر الأوكران أنهم يفضلون إبقاء التعزيزات في اتجاه خاركيف والعمل في تلك المنطقة لذلك القوات الروسية تواصل التقدم استطاعت السيطر على منطقة إضافية في هذه المنطقة بعمق 460 مترا وامتداد 1.1 كيلومتر واستطاعت السيطر عليها لذلك عمليات متكاملة للجيش الروسي تتمحور حول الضغط وعمليات تطويق لربما على هذا النحو ولكن هذا الأمر يحتاج جهد كبير خصوصا من المنطقة التي تقاتل بها القوات الروسية هنا منطقة سكنية بانتياز وأيضا الكوات الروسية تقاتل في هذه المنطقة لاحظوا هذه المنازل وبالتالي المعركة لن تكون سهلة إطلاقا أما فيما يتعلق باتجاه أفديفكا نشهد معارك كبيرة معارك ضخمة خصوصا بعد التقدم الروسي صباحا اليوم في اتجاهات والوصول إلى المجرى المائي الذي يضع الخط الدفاع الثالث للقوات الأوكرانية في محيط أفديفكا تلاحظون أين وصلت القوات الروسية هنا وهنا تحاول الوحدات الروسية تطويق القوة الأوكرانية الموجودة على طول هذه المنطقة فهل ستنجح بذلك؟ هل ستستطيع ذلك؟ كيف سيكون رد فعل القوات الأوكرانية بعد عمليات التقدم الروسية هذه باتجاه المنطقة هنا؟ حشد كبير من القوات الأوكرانية موجود لحماية نوفوسيليفكا طبعا أن سيستطيع ذلك خصوصا مع التقدم الروسي والاقتراب من الضواحي من الأجزاء الشرقية وبعض الأجزاء الشمالية ومن الجهة الجنوبية الشرقية أما فيما يتعلق باتجاه كارليفكا تستمر الوحدات الروسية بعملاتها عسكرية ننتظر مزيدا من التفاصيل حول العمليات التي تجيها الوحدات الروسية في هذا الاتجاه إضافة إلى ذلك ننتقل باتجاه المنطقة هنا باتجاه طبعا محور كريمينا زفاتوفو حيث تواصل القوات الروسية عمليات التقدم في اتجاه مكييفكا تقدمت الوحدات الروسية ضمن نطاق إضافي بأمق 1.900 متر وعلى طول 1.1 كم الضغط الروسي كبير في هذه المنطقة تراحضون اقتراب الوحدات الروسية من عدة محاور باتجاه البلدة دخلتها هنا في وقت سابق وتضغط للدخول من الجهة الشمالية في حتى وقت سابق لم تكن الكوات الروسية قادرة على ذلك إلا أن الاستنزاف الذي قامت به الكوات الروسية على مدار وقت طويل وإرسال قوات من هذه المنطقة لاتجاه خاركيف أبكت الكوات الأوكرانية على لواء واحد يقاطل في هذه المنطقة يحاول حمايتها وطبعا هذا اللواء ليس بكامل جهوزيته وبكامل عديده وعتاده لذلك هذه نقطة هامة حين نتحدث عن المعارك ونقول اشتباكات 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 ذلك يعني أنه يحصل استنزاف وبالتالي مع هذا الاستنزاف تضعف الجبهة تضعف القدرة على حمايتها مع الوقت وعلى يكتسب الطرف الآخر الزخم وقوة للتغلب والتقدم أما فيما يتعلق أحبائي باتجاه كوبياسك تستمر المواجهات بين القوات الروسية والقوات الأوكرانية على طول الجبهة ولكن لا تغييرات في خريطة السيطرة أما هنا دعونا نذهب إلى اتجاه خاركيف هنا لدينا بعض التطورات وننتظر تأكيدات في اتجاه خاركيف كنت لكم تقدمت القوات الأوكرانية واختركت في اتجاه البوكي وباتت جزء من القرية تحت السيطرة الأوكرانية في هذه المنطقة تتردد معلومات أن القوات الأوكرانية لم تستطع تثبيت نقاط سيطرة لها في هذا الاتجاه طبعا دخلت وخرجت ولكن حتى لحظة لا أمر مؤكد وبالتالي تبقى هذه المنطقة تحت سيطرة القوات الأوكرانية إلى حين التأكد أن القوات الأوكرانية خارج هذه المنطقة وهي تبقى منطقة اشتباكات ضغط روسي كبير لاستعادتها كي لا تخسرها القوات الروسية سبق وتحدثنا عن أهميتها بالنسبة للقوات الروسية تحاول قدر الإمكان التشبث بها والثبات بها والانطلاق منها نحو الاهداف القادمة باتجاه اليرتسي أما في اتجاه فوفشانسك تستمر المواجهات مع القوات الأوكرانية خلصا القوات الأوكرانية وسعت خط الاشتباك إلى هذه المنطقة وتقدرت في الأيام السابقة وتواصل القوات الأوكرانية اشتباك مع القوات الروسية في هذه المنطقة لذلك ضغط أوكراني كبير خلصا بعد التعزيزات بات هناك عدد كبير من القوات الأوكرانية في هذا الاتجاه أحباي كما أشرت لكم في وقت نصابك القوات الروسية تحاول ممارسة ضغط إضافي عبر فتح جبهات إضافية في هذه المناطق ودخول الكرة والبلدات بشكل مفاجئ عبر مجموعات الاستطلاع على طول هذه المنطقة لذلك هل يخطط الروس لأمر ما هل يحاولون سحب قوات أوكرانية من الجبهات إلى هذه المنطقة هل يحاولون تخفيف العبء باتجاه بيلاروسيا حيث تحدث وزير الدفاع البيلاروسي أن هناك 110 ألاف جندي أوكراني موجودين في الجبهة الشمالية 15 ألف جندي أوكراني موجودين على الحدود البيلاروسية مباشرة هل يحاولون سحب قوات من بيلاروسيا إلى هذه الجبهات لا أحد يعلم ما هو الأدف لا أحد يعلم ما هي الخطة ولكن ننتظر ونتركب وحتى ذاك الحين شكرا لكم دوما على كامل وقتكم الثمين وإلى اللقاء بفيديو آخر